أضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته يوم أمس خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بتوجيه رسالة للشعب خلال حديثي وقال فيها إن الأمور في مصر تسير من حسن لأحسن طول ما إحنا ثبتين ومتمسكين ومتحدين وإدينا في إدن بعض وبندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا ودون أن نتورط في أمور تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي بلدنا الرئيس السيسي كمان قال إن الشهور الماضية شهدت حجم كبير من الكذبي والإفكي والإفترائي والشائعات انتبهوا لده فالمهمة والخطر وضحين أمام المثقفين والمفكرين ووسائل الأعلام وقال كمان إن العملية أو عملية الكذب والشائعات والاتهامات اللي بتطلق في كل مكان مش صحيحة وأنتم عهدتم مني الصدق والصراحة دائماً وسأظل هكذا معكم طوال ممارسة لمهمتي لازم نبقى القانين عشان التطورات اللي بتحدث خطيرة جداً وممكن تؤدي إلى يعني توسع أو اتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة أو إحنا يعني بقى لنا تقريباً قناة السويس تقريباً أكتر من 50-60% من دخلها إحنا فقدنا أكتر من 6 مليار دولار خلال 7-8 شهر اللي فاتوا مش عايز أطلع عليكم في النقطة دي لكن عايز أطلعكم إن إحنا بخير والأمور بفضل الله سبحانه وتعالى مستقرة ومن يعني من جيد أو من حسن لأحسن طول ما إحنا في مصر طول ما إحنا في مصر سبتين ومستقرين ومتحدين جميعاً إيدينا في إيدينا بعض ومتطمنين على إن إحنا بندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحفظ المنطقة ما أمكن ما أمكن دون التورد في أمور ممكن تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي بلدنا طول ما إحنا كمصريين متماسكين ومتحملين أقولها بالطريقة دي متحملين بس في نقطة أضفها في الآخر خالص كده أقول من فضلكم من فضلكم انتبهوا جداً لأن طبعاً في الفترة دي ويمكن خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جداً جداً ما هو انتبهوا أن أنتوا اللي وقفين دلوقتي يا مصريين مش عايزة ديت في الكلام كتير لكن المفكرين والمثقفين والإعلام واضح المهمة بالنسبة له وواضح الخطر بالنسبة له عملية الكذب زي ما بقول كده والشاعات اللي بتطلق هنا وهنا واتهامات ليس لها والله أساس من الصحة هقول لا يعني هقول لي بس يعني بيقولوا كلام كتير مش مزبوط وأنا صريح معاكم وصادق معاكم دائماً وحفضل كده طوال ممارستي للمهمة هنا ترجمة نانسي قنقر